أين أبناؤنا؟ سؤال لا تزال تلوج به حناجر وقلوب هؤلاء النسوة اللواتي فقدنا فلذات أكبادهن في حملات الاعتقال الواسع التي شنتها ميليشيات الحجد خلال عمليات النزوح المدنيين هربا من المعارك عام 2015 ولم يعرف مصيرهم حتى الساعة أشو هو وجد جيش؟ انقلبت الدنيا الرياج لكل هراحات شبت شون مضعية؟ وهس تحنا هاي أربع سنين وهاي الخامسة عيوننا أمت ما نعرف مصيرهم شنو أطفان ها متسأل يعني شون هيجي الإسلام؟ جتة قوة يعني حامين حيل حامين كل من يقول هذا ذبحوا أخوي هذا ذبحوا أهل السباكر يابا احنا شلعلي نابل السباكر يعني خوم احنا ذبحنا سباكر احنا مواطنين عاديين ما عندنا أي شيء شقوا وليشمغ ما تعرفين يشمغين فون على راسهم والولد شقوا وشدوا عيونهم وشدوا يديهم ولقعهم حتى واحد حماية وقع يعني خرب يعني ما عادي يقدر شنو شلوه الذب بالعذاري حطوا على راسهم بطانية يابا مجرد تحقيق هاي تحقيق هذا موال تحقيق هاي تحقيق معاملة هاي مو معاملة إنسانية وقفنا على الشارع وشان يقولون هاد جوا العصايب هاد غال جوا العصايب جوا العصايب شتفاهم واخدوه شتفاهم وقالوا ناخدهم بس نحقق عليهم واخدوهم وخلونا لنا أنا والدي ثلاثة وأبوهما الراضع سألنا ودوارنا ونسمع سمعنا بيقولون حاطين بالمطار بيقولون حاطين بالمطار بيقولون حاطين جرفة الصخر بيقولون حاطين بسجنة سجنة الناصرية وروحنا نسعى الكلمة نروح ندق حاسبة يقولون مأكس مأكس هذا الولد كان اخداهم جهات ومن الحكومة وما بين مباني المسؤولين في بغداد وصلاح الدين يظهر أن أهالي المفقودين لا يزالون يبحثون عن أمل ليس في لقاء المغيبين عنهم بل حتى لو جاءهم في خبر يقين بمكان قبورهم سألنا وراجعنا وركضنا وما خلينا مكان بغداد تكرية ما حد ينطينا من يجدان ولا حد عرفنا لحد هسه لا من حكومة ولا من منظمة ولا من كل شيء من جانبها تدعي السلطات الحكومية في صلاح الدين أن ملف المغيبين شائق جدا من جراء الأعداد الكبيرة من الذين فقدوا أثناء العمليات العسكرية في وقت تتعذر الحكومة نفسها بأنها تجهل مصيرهم بينما تتصدر الميليشيات واجهة المشهد في البلاد تقتل وتخطف وتخفي المدنيين دون أي رقيب يسأل أو قضاء يحاسب كل ذلك يجري تحت يعفطة محاربة ما يسمونه الإرهاب موسيقى